لقد توفي عني ولدي ثمان بنات فبعد تقسيم الميراثة التي هي عبارة عن أراثم وبيعة وتوجد أخت بوجتي تريد بعد أخذ الميراثة أن تحج هذه السنة وسؤالي هو إذا لم تحج عن نفسها ولكنها في هذه السنة تريد أن تحج وأن تعطي أحدا من أقاربها ليحج عن أبيها فذلك جائب ماذا تجد ذلك؟ إذا اختارت شخصا يحج عن أبيها وكان هذا الشخص قد أدى الحج عن نفسه وقد فعوا له ما يعينه على الحج من النفقة فلا بأس بذلك ولن تكن هي قد حجت عن نفسها لأن المنوع أن تحج عن غيرها وهي لم تحج عن نفسها فإذا أنابت من يحج عن أبيها وكان هذا النائب قد أدى الحج عن نفسه أولا فلا بأس بذلك كونها تحج عن نفسها وتحج آخر عن أبيها في نفس العام هذا لا يؤثر شخص هذا؟ لا يؤثر الحمد لله إذا أنابت عن أبيها من تتوفر فيه الشروط فهذا لا يؤثر سواء الحجة فيها في هذا العام أو لا يتعرف دارة الله رفضيكم جزيكم أو خيرا